أزيد من 6 ملايين استشارة طبية قدمتها مصالح المستعجلات بالمستشفيات العمومية برسم العام 2018 طلب متزايد دفع وزارة الصحة إلى إطلاق مخطط تسريع تأهيل المستعجلات يهدف إلى تعزيز وسائل العمل والنقل الاستعجالي ودعم الأطر الطبية هدف جاله هو تحسين الخدمات والجودة للخدمات على مستوى المستعجلات السيشفائية ومقابل السيشفائية هناك شق يتعلق بالنقل الصحي الاستعجالي بالضبط الاستعجالات المتنقلة بتأهيل المصالح الاستعجالات على مستوى المستشفيات الجهوية 12 ثم بعد ذلك على مستوى المستشفيات الإقليمية هناك اهتمام قوي بالموارد البشرية تعزيزها عدديا الرفع من القدرات عبر تكوين المستمر ثم كذلك فيما يتعلق بالموارد البشرية هناك 300 طبيب لا يتم ادماجهم بالمستعجلات منطلقا من هذه السنة مخطط تسريع تأهيل المستعجلات ينبني على أربعة محاور تتجلى في الاستمرار في تطوير مصالح المساعدة الطبية المستعجلة وتعزيز وتحفيز الموارد البشرية العاملة في مجال المستعجلات وتطوير مسالك المستعجلات الطبية المتخصصة إضافة إلى تأهيل مصالح المستعجلات الطبية الاستشفائية المحور الأول يخص تعزيز المصالح الاستعجالية بربع المملكة وتخص أربع جهات جهات قلميم وادنون جهات الداخلة والدهاب جهات خنفرة بن بلال وجهات درعات في لالت كذلك سوف يتم تعزيز هذه المراكز ببليسمير بمصالح المستعجلات المتنقلة لتخص المستشفيات الإقليمية في المملكة المحور الثاني خص تأهيل مصالح المستعجلات ويتجل الاهتمام بقطاع الصحة في الرفع من ميزانيتها بنسبة 10.4% برسم العام 2019 مقارنة بالسنة الحالية لتصل إلى 16 مليار و300 مليون درهم